دي كلها نقاط الحقيقة أنا كنت حابب أن أنا أتكلم عليها ويمكن هناك حدث مهم جدا حصل برضو هذا الإسبوع وهو إطلاق طبعا مبادرة فخامة الرئيس للتنمية البشرية والخاصة ببداية جديدة لبناء الإنسان ودي مبادرة متكملة بصورة كبيرة جدا بتهدف في الأساس زي ما حضراتكم تابعته إلى مستهدفات واضحة في قطاعات زي الصحة والتعليم والتضامن والحماية الاجتماعية بصورة كبيرة جدا ده جنبا إلى جنب مع العمران والتنمية اللي بتحصل عشان يبقى كله مع بعض بصورة متكملة في هذا الشأن والهدف إنها حتطلع بمستهدفات واضحة وبخطط زمنية وده أنا كلمت فيه مع زميل الوزراء يبقى فيه متابعة شهرية بتحقيق المستهدفات اللي حنوعد بيها الناس في هذا الشأن كل ده أنا حبيت إن أنا أقوله كنت يمكن برضو ساعت بحضور تخريج الدفع الأولى من جامعات الأهلية وده كان حلم كبير جدا وحضراتكم شفتوا الحمد لله النهاردة هذه الجامعات بقت بتستوعب يعني أنا عايز أقول عشرات الألوف من شبابنا المصري في هذه الجامعات الأهلية ومتوقع إن شاء الله إن تستمر في الفترة الجاية بإذن الله آخر حاجة حابة أقولها لحضراتكم إن برضو طبعا حضراتكم أكيد ابتدى تابعتوا إن هناك بعض الحالات من المرضية اللي ظهرت في أسوان بعض الحالات اللي اتقالت إن حصلت نزلات معاوية وإن فيه ناس راحوا للمستشفى على مدار اليومين أو التلاتة اللي فاتوا وتحديدا فيه منطقتين في أسوان يعني منطقتين هما اللي حصلت فيهم هذه المناطق ويمكن دخلت حوالي 200 حالة على مدار الأيام الماضية للمستشفى المتبقي فقط هما في المستشفى 43 حالة وهي حالات أعراضها بتحصل زيقيق وإسهال وابتدى بقى يثار هو المشكلة وكلام ده كله ودي يمكن حالات أنا عايز بس أأكد لإن على طول السيد النائب رئيس الوزراء ووزير الصحة طبعا إحنا بنتابع هذا الموضوع وأرسلنا أول ما بدأت تتواطر هذه الموضوع على طول فرق طبية ابتدت تروح على هناك وتتحرك بشكل أساسي عشان نعرف بس هو إيه مصدر الموضوع لإن هي دايما حضركم عارفين في الصيف وبالذات في مناطق الجنوب في ارتفاع الحرارة أحيانا بتحصل بعض هذه النوعية من الحاجات دي فإحنا الهدف كله والفرق النهاردة نازلة لإن عشان نتأكد إن إحنا وده تطمننا ونزلنا مبارح فرق على محطات المياة اللي بتخدم المنطقتين دول أكدوا إن العينات سليمة وما فيش أي مشكلة ولكن برضو إحنا ماشيين وراء الشبكات ونشوف بس لإن عايزين نتطمن إن ما فيش مشكلة في هذا الموضوع أيضا أثير إنها ممكن تكون بسبب بعض المأكلات اللي يعني تم تداولها في المنطقتين دول فبالتالي إحنا بنتابع الموضوع واللي ده اللي أنا عايز أأكد على حضراتكم وبنتابع والناس موجودة هناك وبغسلة إن إحنا بنروح لغاية بيوت الحالات دي عشان نشوف هناك لو مثلا عنده خزانات مياة الخزانات جيدة ولا لأ لو في مشكلة أكل حصلت فأنا حبيت دايما في إطار الشفافية إن إحنا بنعرض على حضراتكم إيه الموقف ولكن الموضوع حتى هذه اللحظة هو لا يعد عن هذه الحالات اللي موجودة وبنتابع وبنتابع التطورات ولو في أي حاجة لقدر الله برضو حنقولها لحضراتكم في هذا الشأن ترجمة نانسي قنقر